أصدقائي وصديقاتي محبين في النام فريح علي أتدر لكم عن هذا الغياب خارج عن إرادتي دائما بسبب المرض وأعتدر لكم عن هذا الغياب كلما زاد غيابي كلما أبحث عن مواضيع اللي هي إحساسة بمدينة الصفر هذا الفيديو لا أريد أن نتمكن من رحلة شاردوفكو إلى مدينة الصفر الموضوع اللي هو رهن الساعة اليوم هو موضوع منطرح يعني دي البودرة الذي تم إحراقه مؤخرا وسبب العديد من الإحراجات للساكنة دي البودرة ودي الحيب منصفار والساكنة مدينة الصفر يعني قاطبة هذا المطرح دي البودرة ما كانوا شدروا عزمة يعني لو كانوا عندنا ناس خبراء يعني استراتيجيين دي المدينة ما غادش ديروا مطرح في الجهة دي الشرق يعني ضروري دي الريح الشرقي كي يجيب داك الدخان دي الحريق للمدينة الصفر إذن ما كانش عند البلدية ونجيس البلدية ما عندوش واحد واحد المهندس اللي هو يعني كي يشوف المدينة بشكل يعني من جميع انتجاه وسبب آخر هو أن داك الحريق دي المطرح هو بسبب البلدية البلدية تقوم بإحراق تلك الإزبال ولكن كان واحد جانب أخر وما خافية كان عظم الجانب دي اللوبيات دي القطاع الأراضي اللي ما تبعت لهم شمال الجزئات اللي رأيت ما كتشرك الدنيا اللي ما تبعتش بسبب بسبب المطرح يعني ذلك المطرح دائما ما كي خلي السكنات يعني تشريت ماء يعني باش تسكن ما يمكن لها تسكن حدا مطرح لأنها يخلف واحد رائحة كاريها وغادي يضيقها في الحياة دياله وبالتالي كي ديلو داك الحريق باش البلدية يعني تشوف مطرح أخر من غير داك المطرح ونضو داك اللوبيات دي الأراضي يبيع الأراضي دياله ويبيع الجزئات دياله هذا سبب السبب الثاني يعني بالغادي نعطي الرئيس المجلس البلدي وهو دائما المطرح يعني بخلاف المطرح ديال 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 الجزئات تريق البهاليل هذا كمطرح داروه في الكاريان هذا كمطرح يعني مزيان يعني ما غادش يشكل يشكل شي ضيق على الساكنات ولا شي حريق اللي هو مهوين لأنه جاف الكاريان حب هذا لو استغلوا ذاك الكاريانات اللي ما بقيتش خدامها ذاك الكاريانات اللي ما بقيتش خدامها ماشي كنقول انه انه ميطل على الجهة دياله لا ارى كين كاريانات في الجهة ديالطريق بولمان تما فين كين ارى الكوشات كينين تما هذي حجة ديال أربعين عام وثلاثين عام وخمسين عام ولكوشات تما ومك يعطوش واحد مضايقة الساكنة المدينة الصفر وعلاش لأنه لا يوجد رياح جنوبية لا يستطيع تشريح من الجنوب وبالتالي خصوص البلدية تكون عندها رؤية استراتيجية لكي ترى الأماكن التي تبدأ تعمل فيها هذه المطاريح لكي لا تخلف واحد ضرار على الساكنة يعني يحب هذا لو اطلعوا للجهة ديالطريق بولمان وورا تمام مساحة فارغة يعني تالى هذا الحريق ما عنده فينشد يعني الأرض ما فيها لا تشجير لأولو يقوموا بوحد الحفر يعني عندهم الزرافات وعندهم تركسات يقوموا بوحد الحفرات الماء ويديروا مطرح الماء هذا المطرح ربما غير يكون ما كيش كلتا شي ضرار على أي سكينه يعني يخرجوا المدينة يقوموا بوحدة 4 كيلومتر أو 20 كيلومتر أو 50 كيلومتر ويديروا تمام المطرح نحب هذا لو فكروا بهذه الطريقة وما يديروش المطرح في الجهة دبا فين كين بودرهم لأن ذاك الجهة دبا عمرت بالساكينة وزيدون ذاك المطرح يعني كيقوموا بعض الرعاة ديال الأبقار وديال المواشي كيقوموا بالرأي في داخل المطرح وبالتالي ذاك المنتوجات اللحومية والحليبية ذاك الأبقار ذاك تكون ضرب الانسان يعني ذاك الباهيم ما راكت رأي الزبل وذاك الزبل كناعرفوا شنو كيكون فيه كيكون الزبل ديال السبيطار لفاصمون وفي الدم وفي زعب ديال وكسرعها الماشية وبالتالي ذاك الحليب وذاك المنتوج ذاك الباهيم ذاك يكون ضربة بصحة الإنسان بخلاف أن يعني ذاك كيقوموا بالحريق الرائحة كتوصل حتى الروم بوينت السلاوي يعني كتقطع مسافة وهذا هو الموضوع الحساس الذي رأي ذاك المدينة صفره والموضوع ديال المطرح اللي كيشكل واحد خطار على الساكينة ديال الساكينة ديال بودريان والساكينة ديال مدينة صفره كاملة ما قبلش ذاك المطرح سمع ما قبلش اننا نظرة المقبرة المقبرة الإسلامية ما بينهو بين الزبالغ واحد بضع أمطار يعني هذا مخلبة بالأمواد ديالنا يعني أمواد ديالنا يكونوا في واحد مكان مكرم يعني مقين ضيف عنده ما قبلش يرحم ما يحش بواحد المضايقة ديالك الرئيحة ديال الأزبال ويرحم على خطره يعني يرى كي يزور والدية وكي يزور جدادوك يزور ولادوك يعني هذه المقبرة يجب أن تكون محترمة بغض النظر على أننا نحن مسلمين يعني المقابر ديالنا يجب أن تكون نظيفة وبهذا الفيديو أكتفي إلى فيديو آخر إن شاء الله وكن نقول لذيك الناس يقولوا بأنني يجب أن أعطي مواضيع متيرة أنا لا يجب أن يجروني لك المسألة الفخ اللي يريدون هما يعني يريدون أن يبحثوا عن شكل الملالية ويبحثوا عن شكل أميناء وبحث شكل العلال القادوس أنا نريد كي عليهم أنا كنقوم بمواضيع حول مدينة صفره فقط مواضيع السياسية لديك عندها منابر أخرى وعندها اتجاه أخرى وبالتالي كنقوموا بأنني أنا لا يجب أن نكون في ذلك الفخة لديك لأنني نقول حوالي ما أهلش فيها وبالتالي أنا أغير على مدينة صفره وكنديلي فيديو ديالي حول المواضيع الحساسة التي يعني بمدينة صفره وبهذا الفيديو أكتفي كما أقول ومجد المشاركة وأصدر على الغياب والسلام عليكم ولأصدقائي جميعا داخل الوطن وخارج الوطن أتمنى لكم صحة جيدة والسلام عليكم أتمنى لكم